اشتركوا في القناة ولم نجد شيئا جديدا يضاف إلى ما سمعناه قبل سنتين لأنه يكفي أننا سمعنا قبل سنتين أن القدس موحد عاصمة لدولة إسرائيل وبالتالي لا حاجة لأننا ننتظر كما قال البعض أو كما سألنا البعض أن ننتظر وننتظر وننتظر لعل وعسى أذن منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا لم يتغير موقفنا والآن بعد أن سمعنا هذا الكلام الهراء من البداية إلى النهاية نقول ألف مرة لا 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 لصفقة العشر لن نركع ولن نستسلم نحن صامدين الصابرين المثابرين القابضين على الجمر والشامخين في وجه الاحتلال والطغيان ونحن لها المؤمرات وصفقات العصر ومقططات تصفية القضية الفلسطينية إلى فشل وزوال ولن تخلق حقاً ولن تنشئ التزاماً ارضينا بالبعن والبعن ما رضي فينا لعمى يعني على 22% من فلسطين التاريخية ولسه سيدة رب بدأ يأخذ 40% من 22% تخليط لذلك أقول للمجتمع الدولي والعالم نحن متمسكون بالشرعية الدولية لأنها هي المرجعية لدينا 86 قرار مجلس أمن ولدينا 125 قرار جمعية عامة واحد قرار واحد من هون أو هون حطني على الطاولة بقبل التفاوض عليه قرار واحد ولا قرار حتى القرار الذي وضعته أمريكا على طاولة مجلس أمن وهو 2334 يتنكر له السيد ترامب ويعتبر هذه الشرعية غير موجودة لأنه هو صاحب القوة وهو الذي يقول كلمة لا ترفض وهو الذي يعطي الأوامر لكل العالم لا على الأقل نحن منسمعش أو أمره منسمعش ومنقبلش ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر